كيف حالكم أصدقائم تابعي قناة استثمر عقلك البيتكوين يضرب هدفي الأسبوعي مناطق 63 إلى 64 بفيديو لهم أمس تحديدا حكيت عن البيتكوين وحكيت توقعي لخفض الفائدة توقعت أنا خفض 25 نقطة وللأسف كنت مخطئ بهالتوقع وحكيت إذا تم خفض الفائدة 50 نقطة هدفنا على فريم الأسبوع ومناطق 63 ألف إلى 64 أتوقع يضرب البيتكوين سريعا وهذا يلي صار 25 نقطة كنت متوقع أنا هبوط إلى مناطق 58 ألف من ثم صعود لكن بفضل من الله تم خفض الفائدة 50 نقطة وشفنا الوصول إلى هدفنا الأسبوعي هل الدخول أمر جيد بعد كسر هاي المنطقة بعد كسر مناطق 60 ألف قوة أم الانتظار شوي المناطق اللي يجب أن نركز عليها وشو أهم الأسباب يلي أدت لصعود البيتكوين يوم أمس كل هذا رح نقشه بالفيديو زي أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعزر الجرس حتى يوصلك كل جديد بس قبل ما نبدأ الفيديو خليني أعرفك على أقوى منصة تداول في الوطن العربي منصة إكسنز هي منصة لتداول الفوريكس وفي أصول كتير ما في رسوم تبيت للصفقة وأقل إيداع في المنصة بيكون 10 دولار فقط تقدر تداول فوريكس ودهب وعملات رقمية أيضا وتقدر تستفاد من توصيات المجانية إذا حطيت رمز الشريك عبدو عبدو أسفل بريد الإلكترون وأسفل كلمتسر توصيات مجانية للأشخاص يلي مسجلين عن طريق رابط إحالتنا يلي رح تشوفه بالوصف ورح تشوفه أسفل الفيديو يوم أمس أصدقاء الفيدرالي لأول مرة من أربع سنوات شفنا خفض للفائدة وهذا الأمر أدى لصعود باقي الأسواق العالمية وأيضا أدى لصعود البيتكوين البيتكوين أصدقاء وصلنا إلى منطقة تستحق المراقبة عنا قناة صاعدة على فريم الأربع ساعات وعنا مقاومة يومية تتراوح من مناطق 63 ألف إلى 64 ألف أهم أسباب الإيجابية يوم أمس أول سبب هو خفض الفائدة بنسبة 50 نقطة ثاني خبر أصدقاء كان عنا هو إعلان دونالد ترامب يلي هو أول رئيس في العالم بيعلن أنه كان عنده مشتريات ودفع سعرها بالبيتكوين وهذا الأمر كان له أثر إيجابي على البيتكوين كان في مواقع كتير ناشرها الخبر هذا أنه دونالد ترامب يعلن عن شراء والدفع عن طريق البيتكوين أيضا عنه كان ولاية لويزيانا أعلنت عن قبول المدفوعات في البيتكوين قبول أول دفعة من المدفوعات عن طريق البيتكوين هاي تعتبر أول ولاية أمريكية بتقبل البيتكوين كوسيلة دفع وهذا تطور جدا إيجابي لكن دائما مع الإيجابية ما بيكون الدخول هو الحل الأفضل للأشخاص يلي ما عندهم تمركوزات ركز صديقي يلي رح خبرك فيه أنه هي قناة على فريم الأربعة ساعات حاليا اللي احنا بأعلى القناة وحاليا اللي احنا ضربنا مقاومة يومية يلي بنحتاجه لحنا سبات على مناطق 63 إلى 64 حتى نشوف انفجار إن شاء الله للأشخاص يلي ما عندهم تمركوزات أفضل خيار هو انتظار إعادة اختبار أسفل القناة يلي رح يكون عند مناطق 60 ألف للستين ألف واربعمية هذا هو الأوردر بالنسبة للمضاربات على البيتكوين مناطق 60 ألف واربعمية والستو بلوز رح يكون 59 ألف وثمامية إغلاق ساعة أسفلها هاي بالنسبة للأشخاص يلي ما عندهم تمركوزات لحنا على فريم اليوم نلاحظ لحد الآن ما تغيرت بنية الموجة تتغير بنية الموجة لما نقفل على مناطق الاربعة وستين ألف وخمسمية بالضبط عنا هاي القمة وعنا هاي القمة لهدول بمثلوا أكبر تحدي بالنسبة لبيتكوين في حال كسرناهم الهدف بالنسبة لبيتكوين هو اختراق القمة السابقة مثل ما حكيت لكم بالرغم من كل الإيجابية الحالية بالسوق مو أفضل خيار للأشخاص يلي ما عندهم تمركوزات الدخول تمركوز هو مناطق ستين ألف واربعمية في حال أعاد اختبار البيتكوين ممكن تكون فرصة جيدة نبحث بيها عن مراكز صعود ويلي لازم نتراقبه على المدى المتوسط تغير بنية الموجة على فريم اليوم لاحظ من لما بدأنا التداول الجانبي كنا نعمل قمة أقل من قمة بعدها نعمل قمة أقل كانت عند تسعة وستين بعدها قمة أقل عند الاربعة وستين ألف وخمسمية وحاليا لحنا اليوم ضربنا مستويات تلاتة وستين ألف واربعمية نتمنى ما تكون نهاية الصعود وبالتأكيد مو أفضل وقت حاليا للأشخاص يلي ما عندهم تمركوزات عندي فيديو واضح جدا عند مناطق تلاتة وخمسين ألف لما خبرتك أني دخلت بالبيتكوين ودخلت بالإيسيريوم وعززت بعملاتي كان فيديو واضح جدا بمناطق تلاتة وخمسين ألف حاليا إذارتي رأسمال ما بتخليني إلاك دخول بالمناطق الحالية هذا هو التمركز بالنسبة للأشخاص يلي ما عندهم أي تمركوزات هيك وصلنا نهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله